هاي مساء النور ومساء الخير او صباح الخير مع لبليش وقتش غادين حط هاد الفيديو اول شي نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزلف اللون مرحبا يسون اول شي اذا لم تكن مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتواصل بكل جديد ولا تنسى دعم مقطع الفيديو بزر اللايك وحتى الديس لايك مرحبا به حبيت رح نتحدث على واحد الصور اللي منتشر عبر مواقع تواصل الاجي معي سواء على الفيسبوك او الاستجرام وعملوا ضجة كتير كبيرة خاصة في الوقت الراهن اللي يمر به كل العالم وحنا عارفين يعني شو عم تمر كل العالم في هذا الوقت قال لي هو هذك اللي اسمه كو واحنا على بلنا يعني في هذا الوقت شفنا انه كان صور متدولة وهي الصورة اللي شفتوها في صورة المصغرة والصورة في اول الفيديو ورح تشاهدوها ايضا في اخر الفيديو هي صور لشاب لا نعلم من اي دولة المهم بين من دولة عربية كما يقولوا وبزيف ناس رجحوا يا دولة فلسطين يا الجزائر في الجزائر لا اظن انه رح يكون هيك تصرف اللي شفتوه وفلسطين ايضا ايضا ما مشكتش انه رح يكون هيك تصرف في فلسطين ايضا يعني الازمة اللي شفتوها واصلا الحرب اللي كانوا فيها لا اظن انه ربي يعينهم وربي ينصرهم ان شاء الله يا رب وربي يرفع علينا هذا البلاء وهي صورة لشاب وعروس يعني شاب رح اخرج العروس من بيت ابوها يعني تزوج في هذا الوضع بدون حفلة بدون حفل زفاف بدون غناء بدون عشاء بدون اي شيء يعني رح اه رح عالمنزل رح البيت رح للمنزل تبع العروس وجاب مرتو ورح عالبيت يعني لا سيارة لا موكب زفاف ولا يشيء المهم انه نقول تحية كتير 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 كبيرة لهذا الشخص اللي قدر يعمل هيك زفاف في الحجر المنزلي لوحده وربي يهنيه وربي يسعدهم اذا كان زفاف حقيقة واذ كان شيكومي دي بصور باش تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايضا قلوا برافو عليك لانه حقا هي صور صنعة الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي الصور اللي شفتها وشفوها عديد من ناس وانا رأيي فيها انه فكرة كتير جيدة في هذا الوضع يعني فكرة كتير جيدة واقتصادية يعني هذير ما مندخلوها في قناة ام وليد لانها فكرة اقتصادية ما كانش موكب عرس يعني اي فيتا والكورتاج ما كانش هذك العشاء الفاخرة هذك تصدير الفاخرة ولكن انه لو لاحظت في الصورة انه لاروب بلونش او الفستان الابيض متنازلتش عنه خرجتوا الفستان الابيض والكمامة لانحييهم على هذ التصرف سواء كان حقيقة تحية كبيرة لهم سواء كان كوميدي ايضا تحية لهم فهم على الاقل قدروا يدخلوا جزء من الكوميديا او من الضحك او من المرح في قلوب الناس اللي رأهم في الحجر المنزلي او الحجر السحي كل واحد كما يبغى يسميهم المهم والجهة تحية كبيرة لكل القائمين والصاهرين في كل دول العالم على خدمة الوطن والمواطن تحية كبيرة خاصة للامن الوطني والاطباء ولكل رئيس دولة خاصة رئيس دولنا السيد عبد المجيد ببون وجهه له تحية كتير كتير كبيرة وفي اخر الفيديو نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعات وانتم في رعاية له وحفظه وإلى اللقاء تنسوش تشاركو في القناة تفعلو زر الجرس لايك ديس لايك وكمونتير نتو ماكي جيتكم هاد الصور جيتكم عادية مجوكمش عاديين كل واحد مرحبا به بالرأي تعوى عبر ميزة التعليقات وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته